أهلاً بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترولي في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون مايكل ويرث الذي أشاد بالنمو الاقتصادية والطفرة التنموية الجاذبة للاستثمار في مصر استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد مايكل ويرث رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار مسؤولي الشركة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالميا الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويساهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره لمقابلة السيد الرئيس وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر مؤكدا حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر وذلك في ضوء ما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام والقطاع البترول والغاز بوجه خاص بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز والتي تتعظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية اشتركوا في القناة